تسعى الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا كان 2025 وهو الحدث الذي تتنافس دول عدة لنيل شرف تنظيمه وتحتضن الجزائر ابتداء من 13 جنف الجاري منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين وهو حدث قاري مماثل تعول عليه لإثبات قدرتها على احتضان البطولة القارية لسنة 2025 في هذا الصدد وجه والي ولاية وهران السعيد سعيود طلباً خاصاً للجماهير الجزائرية من شأنه رفع أسهم الجزائر لنيل شرف تنظيم الكان وطلب السعيد سعيود في تصريحات خاصة بها موقع ديزاد نيوز من المواطنين الجزائريين الذين سيحضرون مباريات الشان احترام الخصمة وجميع الفرق المشاركة ودعا سعيود الجماهير الجزائرية إلى احترام النشيد الوطني للفرق المشاركة والتشويش عليها وقال والي وهران إن بعض الأشخاص يقومون بالتصفير والصراخ خلال عزف نشيد دولة ما وأشار المتحدث إلى أن هذا الأمر جد هم لا سيما وأن الجزائر قدمت ملفاً لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025